موسيقى الشعب نفسه الشعب يعني هما بيقولوا كده مش طيبين يعني شارسين جدا اللعيبة هناك كانت بتضرب جامد جدا الحكم كان سيء ده يعني اللعيبة بتقول كده والمدير الفني كابتن أحمد حسان ميدو غير كده كمان كان حصلت خناء أمام بين ميدو والمدير الفني بسبب انه شاف ان المدير الفني بيقول اللعيب تضيع وقت وغير منافسه وكان قاله هنكسب هناك فكانوا مدقين جدا من أحمد حسان ميدو هناك وانت عارفين بعض كمان الجمهير رامت بعض الطوب على أوتوبيس لعيبة الزمالك وهم مروحين نادي الزمالك هلاعب يوم واحد مارس هنا فريق أنجولي فالبعض يعتقد فريق أنجولي ده يعني في دور الـ 32 فريق الأنجولي اللي هلاعبه الزمالك ده فريق قوي جدا يعني فريق الأنجولي ده ممكن جدا كان يبقى في دور المجموعات أو في الدور قبل النهائي فرقة تقيلة فرقة بتفكرني بمازينبي الكونجولي اللي خد بطولة أفريقيا مرتين واربعات ليه بقى فريق الأنجولي ده اسمه كابو سكورب فريق اسمه كابو سكورب اللي ماسك النادي رجل رقسمالي يعني ريتشمان كده زي مثلا كامل أبو علي كده مثلا مكان في المصري رجل بيجيب لعيبة عقد اللاعب هناك في السنة 500 ألف دولار يعني أقل لعب بتتكلم على بـ 3 مليون ونصف في السنة يعني عقود اللاعب عالية جدا ريفالدو كان بلعب السنة اللي فاتت ريفالدو النجم أفضل لعب في العالم والنجم البرازيلي كان بلعب في النادي ده السنة اللي فاتت ومشي والدلاتي بلعب في حتة تانية لسه معتزلش عنده 42 سنة ريفالدو عنده جماهيرية النادي دوت وبيصرف جامد جدا وعنده لعيبة مميزة جدا وفرقة تقيلة وخدت بطولة الدوري في أنجولا وانتو عارفين فيه فرقة أخرى في أنجولا بتلعب في أفريقيا بقى لفترة ده بطل الدوري في أنجولا ففرقة تقيلة جدا 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 ومخيفة جدا 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 خصوصا كمان أن الزمالك مباراته الأولى هنا والمبارات التانية برة الفريق ده كسب رايح جاي 12 واحد أو 12 اتني حقا كده يعني 12 واحد رايح جاي فريق من بطل جزر القمر على ما أتذكر يعني فأحمد حسان ميدو مقلق من المطش ده وعلى حد قلمي أن الزمالك هيطلب أن الجمهور يخش زي الأهلي بكرة لو عد على خير 30 ألف متفرج لمباراة أنجولا اللي بتعتبر عنق زجاجة ومباراة مش سهلة ومباراة مش اللي هي دور 32 اللي هي الفرقة يعني كده كده فرقة المصرية هتكسب وبتاع مباراة في الملعب 50-50 زي ما بيقوله 50-50 زي أحسام عبدو المعلق أحسام عبدو 50-50 النادي ده هل هيلاعب Young Africans يوم 28 والإسماعيل هيلاعب فرقة من الكونغو ووادي ديجلا هيلاعب فرقة برضو اسمها الجمارك في توجو زي الجمارك النيجر ده اللي عيبها الزمالك ولكن في توجو عنده مشكلة أنهم هسافروا وفي مرض هناك وعايزين ياخدوا المصل والحؤن بتاعة الوقاية من الأمراض بالنسبة لنادي وادي ديجلا اللي ماشي كويس جدا لفترة خيرة نادي زي مالك خلال أسبوع هيعمل شركة كرة قدم ويتم الإعلان عنها بعد أسبوع وعشر تيام من الآن على شهر خمسة في كلام قوي جدا على إنشاء قناة نادي زي مالك ولكن المشكلة في بالعربي كده الترخيص والقدر أن هما ياخدوا يعني إنشاء القناة وكمان عشان هما مجلس معين فمش من حقهم يعني في حاجات كده بطيطة شوية كده هي اللي مأخرها المواضيع لكن فيه كلام إن على شهر خمسة هتكون فيه قناة لنادي الزي مالك وهيكون فيها مفاجآت مش هتكون قناة ليه يعني برنامج وكده يعني برنامج وبرنامج وبتاعه أخبار زي البرامج العادية لا فيها هيكون برامج أخرى مختلفة نوعا ما شوية وبرامج وصائقية وهيكون فيه برامج يعني كوميدية فنية رياضية حاجات كده مخاصة بكرة القدم وبنجوم كرة القدم هتكون مختلفة نوعا ما قناة نادي الزي مالك كما يقال وكما يعني يريد بعض الأشخاص هناك منهم أيما نورس وأحمد حسن ميدو نفسه نادي الزي مالك خلاص في طريقه للاتفاق مع شركة سياحة اللي هتجيب أوتوبيس هترسم عليه صور اللعيبة وهيكون أوتوبيس الزي مالك وهيكون فيه سبونسورز ورعاه لهذا أوتوبيس هيجيب دخل إعلاني بجانب أيضا البدل البدل هتكون في خلال 15 يوم موجودة لعيبة نادي يعني مش هيلحقه طبعا الماتش الأولاني ممكن الماتش التاني نادي الزي مالك سافر أنجولا بالبدل وهيكون البدلة عليها شعار اللوجو بتاع نادي الزي مالك وشعار نادي الزي مالك هي الشركة كتعامل البدلة واحدة بس لميدو سافر بيها بعد 15 يوم هيستلموا البدل وكله هيسافر بيها وهيكون أيضا فيه رعاة وسبونسورز على البدلة نفسها عشان تجيب فلوس نادي الزي مالك اعتمد صياغة عقود الجهاز الفني وكان عقد ميدو سنة ونص خلوه سنتين ونص ميدو هيكمل لغاية سنتين ونص ويوم 23 فبراير هيكون فيه مؤتمر صحفي للجهاز الفني وتم تكليف محمد إبراهيم أستاذ محمد إبراهيم عضو مجلس الإدارة اللي سافر معهم النيجر إنه هو هيكون رئيس البعثة في أنجولا معرفش بقى يعني هو مفروض بالدور أو حياة كده أو ممكن الناس مش فاضية أو مش عايزة ولكن ممكن يكون فيه تفاقل محمد إبراهيم كان وشه حل ومحمد إبراهيم الفلقة كثبت هناك واحد صفر فممكن جدا الموضوع بيكون تفاقل وتشاؤم ووشه حلو عندنا في مصر ده بيحصل نادي الزمالك تلقى فاكس رسمي من أستاذ القاهرة عايز 300 ألف جنيه لعب 6 مباريات كل مباريات 50 ألف جنيه عايز 300 ألف جنيه قيمة إيجار الملاعب اللي هيحكم المباراة الأولى هنا حكم سوداني مباراة الزمالك والفريق الأنجولي اسمه معتز عبد الباصد خير الله أنا بتمنى بس الحكام العرب دول يبقوا في المباراة التانية لأن حكام العرب معظمهم محترمين معظمهم عندهم ضمير معظمهم يعني زائد واحد يساوي اتنين ولكن المشكلة في بعض الحكام الأفارقة اللي بيلعبوا خارج الأرض الموضوع بيبقى صعب شوية ويمكن شوفنا حكم الزمالك وفريق الناجر كان غريب وعجيب الحكم الكاميروني نروح لكابتن علاء ميهوب ومنتخب مصر اللي موجود في تونس والاستطاع أنه يفوز على المنتخب التونسي موليد 1995 تلاتة واحد بملعب الشازلي ذويتن بالعاصمة التونسية ضمن المعسكر التدريبي اللي بيعملوا منتخب مصر بقيادة مدربه كابتن علاء ميهوب اللي أحرز الأهداف التلاتة لعب المنتخب المصري رمضان صبحي ده بلعب فين ده جماعة عرفوا لي يعني لعيب أحرز هات تريك في المباراة رمضان صبحي دي كانت بعض أخبارنا عايز أقول لكم كمان إن حاجة لذيذة قوي ميدو ابتدى يعمل حاجات ظريفة مع اللعيبة ابتدى يتفق مع محمد إبراهيم إنه يعني ماتش النيجر اللي فات اتفق معاه قال له لو ما عملتش 10 ميس باس أو 12 ميس باس يعني بسيط غلط 12 باسة في المباراة فهديك 30 ألف جنيه فأول ربع ساعة حمد إبراهيم عمل بتاع 15 ميس باس نمرة 2 اتفق مع عمر جابر إنه في حالة إحرازه 10 تجوان هيديله 100 ألف جنيه بعد نهاية الموسم ده أحمد حسان ميدو لو عمر جابر جاب 10 تجوان تعرفين عمر جابر لعيب جامد جدا ولعيب ممايز جدا وفصة الملعب وبيعدي وبيروح على الجون سعنده مشكلة في الفينيش بتاع الكور بيروح قدام المرمى سعاب بيتخض هو دلوقتي بيتمرن عليها ميدو بيمرنوا عليها ولكن اتفق مع عمر جابر لو أحرز 10 أهداف بنهاية الموسم هيديله 100 ألف جنيه طيب نروح لتقرير طيب معنا الدكتور كمال درويش رئيس نادي الزمالك ورئيس لجنة الاندية ازاكا دكتور كمال اهلا اهلا ازاكا 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 حضرتك عمل ايه والله الحمد لله دكتور كمال كان عندك اجتماع النهاردة لجنة الاندية عشان الاتفاق على يعني فلوس البث وكده وكان الاندية معطردة على فكرة العودة ليه يعني اللي هي اللايحة اللي قبل اللي فاتت اللي عملها الأستاذ كابتن سامير زاهر وفي كلام على طردية الاهلي انت اقترحت ده صحيح كلام لا والله كلام مش صحيح كلام مش صحيح الناس شون كلام مش داي اللي هو موجود طب حضريرك معلش علي صوت حضريرك دكتور كمال تفضل هو المعرض المتعملش لان النهاردة كان في مباريات واعتذر ستة من المفتوض يحصرهم اللي هم موجودين في عندهم مباريات فأجلنا للأسوأ القادم لكن اللي احنا تكلمنا فيه بالتاكل الأساسي في الجارسة اللي فاتت كانت عبارة عن خمسة في المية الخاصة بالاتحاد و الخمسة و ثلاثين في المية و خمسة في المية الأولانيين يتوزعوا خمسة و ثلاثين في المية منهم بالتساوي بعد الاتحاد بعد كده ما تكلمناش لأن المعايير لسه ما اتفقناش عليها و كنا النهاردة كنا هنتكلم على بعض المعايير واللايحة بتاعت الأندية الموضوع اتأجلت لأمتى دكتور كمال نعم اتأجلت لأمتى للأربعة الجاي للأربعة الجاي للأربعة الجاي هتحددوا بقى الفلوس لأهلي أخو كامل زمالك الأندية الشعبية الأندية الأخرى يعني هتفعل لكل حال لايحة الأندية نفسها لايحة لايحة نفسها من قومات المعايير اللي جواها ايه ايه الافكار اللي جديدة وبعتنا لكل نادي اللي الليحة على الأساس يبلغ تلوهم طيب هل التليفزيون او الشركة بعتوا فلوس للاتحاد الكرة يعني لسمعنا سبعين مليون جنيه في حاجة تبعتت لغاد لوقتي ولا لا المفروض المفروض الايام دي الايام دي الايام دي تمام وهتم توزيحها على الأندية الأولانية توزعت الجزء الأولان اللي كانت ستاة مليون تقريبا كل نادي خدمتين وخمسين ألف والحالي ده اللي هو بعيدة السبع داشر كل نادي حوالي ربعمائة ألف بس الاتحاد الظاهر يبدأ يسحب شوية من ان هو اتفق معنا على ان القصة الأول ده كله يصرف للأندية الأندية محتاجة نفقات للعجين وكده لكن الظاهر هم كانت حالة مالية مسبوطة تبدأ ويختموا من الديون اللي على الأندية تمام دكتور في انتخابات انتخابات فين في الأندية احنا لغاية دلوقتي في انتخابات لغاية دلوقتي في انتخابات تمام بشكرك دكتور كمال درويش رئيس نادي الزمالك عايز أقول لكم بس نروح لألعاب الأخرى نادي جزيرة فاز على نظيره طلاق الجيش بنتيجة 64-60 والبطولة المقاومة بصالة استاد القاهرة وفاز سبورتينج على اتصالات 78-66 والبطولة دي عشان تحديد المركز البطل من الأول للسادس يوم الأربع اللي جاي فيه بطولة مصر الدولية للفروسية بأكاديمية الشرطة من 19-21 فبراير يعني يومين وأيضا يشارك في البطولة 250 لعب من 14 دولة ألمانيا وفرنسا وإيرلندا وستونيا وجنوب أفريقيا وموريشيوس وزمبابوي والأردن وسوريا وليبيا وجزائر ومغرب من إضافة إلى مصر البلد المضيف واعتذرت دولة الأمارات في اللحظات الأخيرة من البطولة الأسباب خاصة بالاتحاد الأمراضي وينظم البطولة الاتحاد الفروسية برئاسة مهندس الشام حطب صاحب الفكرة ولذي أكد أن الهدف من هذه البطولة هو إرسال رسالة إلى كل دول العالم أن مصر قادرة على التحدي وصدافة أي زائر رغم الظروف الصعبة اللي منمر بيها طبعا وعشان خاطر أيضا السياحة مصر حصلت على المركز الأول في بندقية ضغط الهواء 10 متر في بطولة أفريقيا اليرماية المقامة بالقاهرة وكذلك على المراكز التلاتة الفردية وهم حمدى طلعت والميدالية الزهبية وقامجة حسين الفضية وأحمد مراد البرونزية نروح للاتحاد العربي لكرة اليد اللي قرر أن برئاسة تركي الخليوي قامت قرعة بطولة البطولة العربية الأندية بالقاهرة لكرة اليد في 26 فبراير الجاري والمقارة قامتها في شهر مارس بتونس وأعلن الاتحاد على مشاركة 25 نادي من 11 دولة عربية للرجال والسيدات حيث تقام القرعة بالقاهرة على هامش اجتماع الجماعية عمية للاتحاد العربي واللي بتصيصفها مصر من 25 إلى 26 فبراير الاتحاد كسب النادي الأهلي 58 49 في كرة السلة تحاد سيد البلد في كرة السلة استطاع السيد لاشين لعب منتخب مصر لتونس الطولة أو السيد مصر يعني التأهل يعني كان طبعا السنة الفاتت السيد مصر كلها في السلة كان نادي سبورتينج رجال وسيدات واعتقد هما كمان لسه كسبانين كاس مصر سيدات بعد ما فازوا على الجزيرة على ما اعتقد تأكد لي من المعلومة دي التأهل للدور استطاع السيد لاشين لعب منتخب مصر لتونس الطولة التأهل للدور رئيسي لبطولة قطر الدولية اللي تقام بالدوحة بعد فوزه على منافسه التايواني 4-1 4 أشواط مقابل شوت وكان لاشين قد فاز على بطل الأردن قبل كده ليلحق بزميله عمر عصر قال سبق وفاز على بطل السنغافوري بطل السنغافورة 4-2 وتأهل أيضا للدور الرئيسي لبطولة قطر اللي بتقام بالدوحة دي كانت أخبارنا تعالوا نروح لتقارير مع المصري والقناة وتعادل الإيجابي واحد واحد وبعد كده هنطلع للفاصل الإعلاني ونرجع نصديف ديوفنا الدكتور عمر عبدالحق رئيس نادي النصر السابق وأيضا الأستاذ طلال عبداللطيف عضو مجلس دارة نادي الزهور هنتكلم على المشكلة الدائرة اللوائح اتحاد الدولي اللجنة الولمبية وزارة الرياضة أشياء كثيرة جدا نختلف نتفق إن شاء الله تكون حلقة مثمرة ونطلع بيها بمواضيع مهمة وأراء مختلفة وأيضا تكون أراء مهمة نروح ونرجع لك تاين لو جينا نبص المغرف مجملها إن احنا بدأنا شوت الأول كويس وكنا متفوقين على فرقة كانوا في شوت الأول وجبنا جون الشوت الثاني بأمانة هم متفوقوا علينا وجابوا جون أنا أعتقد أن فراء الشكل نتيجة عدلة واحد وواحد نتيجة عدلة وبنته لكل فرقة دي نتيجة عدلة أنا شايف أنا بقول الحمد لله يعني اللعبة قدت ماتش كويس نرضى خاصة تشوت تاني ممكن أنا تساعدته بكامل جاي بعد عصرتين ليا عندي واقف طويل خلاص أنا بالنسبة للدور الأولين انتهى كنت عايزة أقعد الفترة اللي جاية دي إن أنا أقدر أعالج فيها أخطاء اللي فاتت دي خاصة ضمن ماتشين الزمالك والشرطة النهارده اللي قيبة تلقت من من حالة الخوف حالة كان عندها حالة رعب كان عندها حالة عدم سخة الحمد لله النهارده بأداءهم في ماتش المصر نهارده أنا بلعب فريق كبير مسكو مدرب كبير كابتن أنور سلامة قدرنا نطلع من الحالة دي وإن شاء الله اللي جاي هاي بعفضة إن شاء الله يعني هم ضغطونا بسبب اللي هو شوية يعني والشوطة يعني شوفت الشوطة شوط تاني من بعيد وراحت كده الحمد لله يعني مش واحدش يعني ماتش مش واحدش العمد لله نفكر في اللي جاي وإن شاء الله عندنا ماتش نقدر نكسبه ونفنش ممكن نعلى مركز كمان إن شاء الله بإذن الله الحمد لله رب العالمين احنا كنا نشين بخطة سبتة وعدنا مرحلة كبيرة جدا وعدنا مرحلة اللي هي المرحلة الصعوبة اللي احنا رجعنا للنادي المصري للمستطيل الأخضر وبالنسبة للأزمات المالية إن شاء الله احنا عندنا بعض الخطط نعملها بإذن الله لتحقيق موارد ذاتية من النادي بدون الاعتماد على أحد وإحنا كمان بنطلب من السيد المحافظ برسايد دعمنا الطبيعي اضع من الطبيعي للنادي المصري الحمد لله طبعا نحمد ربنا النهاردة والحمد لله لحد ما رجلي أحسن شوية طبعا بس ربنا ما كرامش النهاردة ما دفناش نكسب بس الحمد لله كان فيه تعادل كان فيه اكتهاد الشوط الأولاني الشوط التاني ما كنناش كويسين بس ربنا كريم الحمد لله لحنا مخشرناش السيدعاء أحمد الشيناو منتخب مصر ولا لسه ما جايش كالسيدعاء لا لا لسه ما فيش حاجة أنا مفروض آخر دوري آخر الدور الأول الإصابة الحمد لله أحسن الحمد لله الحمد لله أنا شايف أن هي أول شوط جيد جدا برغم أن فيه سنة بطئ نقل الهجمة اللعيبة كانوا بيتحركوا كويس وبيلووا نفسهم كويس الشوط التاني لقيت شكل آخر تراجع وطبعا هدف فيه توفيق كتير زي برضو هدف محمود الحياة كان جميل أو الاتنال الهدفين كانوا حلوين أوي أنا شايف أن النتيجة عديلة جدا واحد واحد يعني ما فيش فريق يقدر أنا أقول أن يستحقش فريق عن التاني النكسة بيطلعوا بالتلاتة بونت فيه برضو بعض الاستهتارات من بعض اللعبين أنا بنزلهم زي ما أكون احتفاظهم بالكورة دي أنا شايف أنهم مش عايزين يغيروا من الأسلوب بتاعهم أعتقد الفترة جاية ممكن أغير من فكرتي خلص معهم وحتى في التمرين نحن منشتغل كتير قوي ولكن نفس العيوب هي هي من بعض اللعبين أعتقد إن شاء الله تصلح الفترة جاية لكن أنا شايف أن طب مين على أحمد شناوي فيه الولد الجديد اللي هو أحمد مجدي ولد محط يعني محمد مجدي هيبا إن شاء الله حاجة جميلة في فترة جدا زي دي منويل أنا شايف أن براهم له مش فت ورأي الجنة وهو بعيد عن التمرين بقى المدى 18 يوم أعتقد هو مباراة هتجيبه ولكن هو خمك ويسعه من داخل السادة الجيش الثالث نقلنا لكم تقرير مهم جدا وكواليس ما بعد مباراة بين المصري والقناة والتي انتهت بالتعادل واحد واحد وسريعا إلى السيديو كابتن خلد الغندور الرياضة اليوم اشتركوا في القناة